السلام عليكم مسائل ورد أحبتي أحلى مسا من أخوكم نعيم الأقحوان اتكلمنا عن زراعته قبل كده عايزين نتكلم عن فوائد الأقحوان زي ما احنا شايفين هذا الأقحوان يا جماعة شبيه يعني شوية أوراجه بالشيح الشيح البري وطبعا معروف منه أنواع كتيرة جدا الأقحوان ظهرة الغريب الأقحوان ظهرة الزهب الأقحوان أشهر ما فيه اللي هو بيطلع الأظهار الصغيرة الصفرة ويقال عنه البابونج الكبير يقال عنه البنسلين الروسي الأقحواني بشكل عام بتستخدم السقان وبتستخدم الأوراق الأوراق وبتستخدم الظهور تمام طبعا بنزرعه في البيت بيطرد الحشرات والبعوض ورائع جدا وما بيصبش بأي أمراض لكن بعيد عن زراعته لما نعوز نستخدمه يا جماعة بنجيبه من عند العطار يكون مجفف أو حتى لو في البيت نقصه ونجففه وبعد كده نستخدمه هو شبيه بالمرمية عشبة القصعين أو اللفندر شبيه بالعيلة هذه كلها والروز ماري الأقحواني جماعة من أكتر الحاجات المضادة للبكتيريا والفطريات ومطهر بيستخدم من قديم الزمن وهقول لكم على الطريقة كيف لكن عايز أتكلم عن فوائده بيستخدم في علاج الصداع عفوا بيستخدم في علاج الصداع والصداع النصفي مطهر مطهر للأمعاء للمثانا للكلة سموم الكبد أي مشاكل داخلية مشاكل في البشرة مشاكل في الجلد تقرحات الفم أي حاجة مرتبطة بالتهاب أو مشاكل أو فيها تقرح أو هتعمل أي مشاكل ممكن تأدي للتهابات بيستخدم فيها الأقحوان كل الأنواع واحدة سواء الأوراق أو الأظهار تمام فزي ما بقول لكم أي حاجة أي حاجة فيها مشاكل بكتيريا فطريات عايزين مطهر مشاكل في قشرة الشعر مشاكل في البشرة والحبوب مشاكل حتى في صحة العيون بتتعمل في القطارة وتتعمل حتى للعيون اللي بتدمع انسداد الأزن مشاكل في تقرحات الفم واللسة المشاكل الداخلية أي مشاكل في الأمعاء طرد للسموم اللي عنده مثلا مغص المغص الكلوي المشاكل المسانة أي حاجة داخلية غير طبعا الحمى والربو والسعال والكحة أي حاجة في المجرى هذا كله جماعة سواء من البشرة للأزن للعين للأنف لتطهير لأي حاجة داخلية لغاية الأعضاء التنسلية ممتازة جدا وبتعالج أي مشاكل سواء خارجية كموضع أو داخلية فهو هذا الأقحوان عايزين نستخدمه طبعا يا جماعة التشنجات الصداع الأرق قبل النوم كل برضو المشاكل هذه بريح وبعمل ريلاكس للجسم فالأقحوان عشبة رائعة جدا وشبيهة بالشيح وشبيهة باللفندر مسكن ومعروف من قديم الأزل في أغلب الدول بس يا بابا الطريقة ان احنا نجفف أو نجيبه من عند العطار اللي هو الأقحوان ظهرة الزهب أو أي نوع أقحوان موجود عند العطار لما بيتباع بيكون ناشف وبتلاقون بها خلوط بقى السقان على الأوراق على الأزهار كباية بيتحط فيها ملعقتين من البودر هذا اللي بيجيبه ناشف من العطار بيكون ميكس على بعضه كامل وهذا أفضل شيء ملعقتين بيتحطوا في كوب عليهم مياه مغلية تهدى شوية نصفيها مرتين في اليوم لمدة أربع أسبوع ما يعادل شهر هتحسوا تغير بقى سواء علاج أو عايزين ناخته عادي لا لسه ضاع لأي حاجة فوايده رهيبة جدا هنشوفه مع بعض جماعة هو لسه كان مزهره شلت أوراجه أظهره عشان ينمو تاني بدأ يكبر عندي كله شبيه ببعضه وإله رحة عطرية جميلة جدا ونفازة عاملة زي الكفور أو عاملة زي اللفاندر فأنصحكم بي لأي علاج للحاجات اللي تكلمنا عنها من أكتر المضادات الفطرية والبكترية شهرة ومعروف من قديم الأزل حتى من أعمل فراعنا أحلى مسا من أخوكم نعيم فوائد الأقوان الأكثر من رائعة ونشوفكم إن شاء الله في فيديوهات تانية ورب نكونوا استفادنا معلومة حلوة والسلام عليكم